بدون أدنى شك بأن هناك رغبة لدى الإسرائيليين ككل الحكومة والجيش بأن يكون هناك أداء مختلف على جبهة لبنان في المقارنة مع ما حدث في السابع من أكتوبر على جبهة قطاع غزة المفاجأة والنتائج بالنسبة لإسرائيل التي تعتبرها كارثية يريدون تجنب أن يتكرر ذلك على جبهة الشمال هذا هو التبرير أو الادعاء الإسرائيلي للمبادرة إلى توسيع رقعة الحرب على لبنان وعلى حزب الله بشكل كبير والدخول برا السبب الذي يتحدث عنه الإسرائيليون هو منع إمكان أن يكون هناك اجتياح للجليل مستقبلا كما حدث في السابع من أكتوبر المفارقة في الأمر باعتقادي بأن إسرائيل ترصد منذ العام 2011 تخطيطا لحزب الله في هذا الإطار كان يتحضر دائما لعمليات الجليل وبالتالي فوجئت في الجنوب استنسخ الأمر إلى جبهة الجنوب وفجأت حماس تماما في السابع من أكتوبر وعليه عادت إلى الخطة الأصلية وهي مواجهة خطة حزب الله كما تقول لاجتياح الجليل واحتلال القواعد العسكرية والمستوطنات بقوات هي أضعاف قوات حماس عمليا من حيث العتاد وعدد القوات التي لدى حزب الله نبقى معك في العمليات البرية بالفعل هي بدأت منذ أيام وفي كل يوم تقوم إسرائيل بعملية برية ولكن هل كل هذه العمليات وآخرها ما حدث بالأمس وحتى اليوم يعتبر مقدمة لاجتياح بري هل هذا ما تخطط له إسرائيل أو ما الذي يقال حول هذه العمليات الإسرائيلية البرية ما الهدف منها وأي نطاق وضع لهذه العملية البرية فكرة الاجتياحات التقليدية انتهت الآن يحاربون بطرق أخرى ويحاولون تغيير التكتيكات المتبعة والمتوقعة في بعض الأحيان بمعنى إدخال دبابات كثيرة تكون عرضة لاستهداف بصواريخ الكورنيت كما حدث عام 2006 هذا آخر المشاهد الذي تريد إسرائيل أن يرى في هذا الهجوم ولهذا اختارت العكس تدخل أعدادا كبيرة من الكومندوز الإسرائيليين في محيط القرى لا تدخل كثيرا في القرى حاليا وتحاول أن تدمر كما تقول أنفاقا تكتيكية هجومية تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية ومحاولة إبعاد قوات الردوان إلى شمال الليطاني من خلال الضغط العسكري بهذا المعنى لن نرى اجتياحات كالتي كنا نراها مئات وألاف الدبابات تدخل دفعة واحدة لكن هناك قوات كبيرة جدا تدخل في هذا الإطار بحذر وبطء حاليا هذا الأمر لم يتغير بالأمس كان هناك تطور أيضا حدودي عند مستوطنة دوفيف الجيش الإسرائيلي حاول التكتم بعد ذلك عن الأنباء المتعلقة بهذا الموضوع على ما يبدو كان هناك قوة صغيرة من قوات هزب الله أرادت أن تدخل إلى مستوطنة ربما لتنفيذ عملية في صباح السابع من أكتوبر داخل مستوطنة إسرائيلية وبالتالي هذه الأمور تحدث طوال الوقت هناك اشتباكات الآن هناك إدخال لقوات كبيرة إضافية في هذا الإطار ليس مستبعدا كما قلنا منذ البداية أن تفاجئ إسرائيل وأن تصل إلى خط الليطاني ولكن حاليا على الأقل لا يبدو الأمر كذلك يبدو الأمر بأنه بعمق كيلومتر ليس أكثر بشكل حذر وبطيء يتقدمون في سبع قرى الآن يريدون توسيع ذلك إلى عدة قرى لبنانية إضافية في منطقة جنوب الليطاني بالنسبة للسابع من أكتوبر والتي اليوم تحل الذكرى السنوية الأولى للسابع من أكتوبر ما هو المشهد في الشارع في إسرائيل وهل ما زال هناك التفاف حول استمرار هذه الحرب بل وامتدادها أيضا لتشمل ناحية أخرى من إسرائيل جبهة أخرى من إسرائيل وهي الجبهة الشمالية الالتفاف حول الجبهة الشمالية باقن ولكن حول جبهة قطاع غزة لا يوجد أي التفاف ولا أي وحدة في الشارع الإسرائيلي العكس صحيح نرى بأن هناك مراسم لإحياء هذه الذكرى شعبية أكثر حاليا بمبادرات شعبية وليس حكومية هناك مقاطعة من عائلات الأسرة بشكل عام للمراسم الرسمية التي ستجري الحكومة مساء والتي ستكون مسجلة لن يلقي نتنياهو ومن معه أي كلمات مباشرة ربما عمليا منعا للإحراج بسبب ردة فعل الشارع الإسرائيلي الذي يشعر بأن الأمور في قطاع غزة تركت عمليا وتم التخلي عن الأسرة والمحتجزين مرتين مرة عندما أخفقت إسرائيل في حماية حدودها واحتلت حماس ثلاثين مستوطنة وعشرات القواعد العسكرية وأخذت جنودا ومحتجزين مدنيين أيضا والمرة الثانية بالترك 101 من الأسرة داخل قطاع غزة بعد عام حيث أن نصفهم قتل وفق المعلومات الإسرائيلية ونصفهم الآخر مهدد أيضا ربما بالموت بسبب الظروف الراهنة في قطاع غزة وبالتالي هذا الجدل ما يزال محتدما كثيرا في إسرائيل خلافا للجبل اللبنانية التي لا نرى فيها هذه الانقسامات بالعكس هناك اليسار يبدو أكثر يمينية من اليمين عندما يدعو إلى تعميق الحرب على لبنان وخلافا لما يحدث في قطاع غزة هناك دعوات متواترة للذهاب إلى صفقة بكل ثمن وبإنهاء هذه الحرب رأينا إسرائيل بعد عام كامل على السابع من أكتوبر تعيد احتلال شمال قطاع غزة جزء من هذا الأمر هو لتنفيذ خطة الجنرالات كما تقول لأن حماس وفق الادعاء الإسرائيلي أعادت تنظيم صفوفها في شمال قطاع غزة وتملك ألاف المقاتلين مجددا الأمر الثاني الذي لم تعلنه إسرائيل بشكل واضح هو الخشية من مباغة إسرائيل مرة أخرى عبر المستوطنات من شمال قطاع غزة ولهذا عمليا سارعوا إلى عملية برية هناك وضربوا طوقا على شمال قطاع غزة بالكامل